اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضرب النار في الهوى همنا ضربونا بالنار طلعين النار طلعوا الطبانجات بتاعتهم ضرب النار في الهوى بشكل غير عادل غير عادل الناس كلها جاريت في واحد اصيب 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 ازاي واقف للقضاع وعملهم كده الوعدة امي طلع التبانجة بنجيبه وامي ادهاله هنا فتح له شفيته واقع له درسم ده كم علامة ده كم علامة ضرب النار كلها ما ضربنا من قطر قلينا امتح حالو كل الهضاة طلعت كل الهضاة طلعت كل الهضاة طلعت تعدا وعمو وعمو ضربنا هو ده كل اللي حاصل تصنب المحامين تصنب المحامين محامين كلها جات الشعب اللي كان في التحرير كله جيه واقف مع المحامين متضامن مع المحامين عشان يطلع احمد الزند بالتليفزيون يقول الشعب الشعب عايز تختير الشعب عايز يقضر مشكلة مع حاجمة حسنبارك واحنا اللي رايح عشان تطهروا القضاة ونازج يتوفر معنا هناك وطلع المتطهر القضاة يطلع اترابهم بالكطر ويفتح حالك الرجل كده وطربوا النار بلطاجية دولك بلطاجية النظام زيهم زي حسن مبارك لازما يتعيم الفرن زي بتاع حيطل رايحاته وفي عشان نبتقوا منهم القضاة اهو قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس لعلة تصير الخدمات وزارة التهيران اول واحد فاروق العجدة عاطف عبد الحميد عصام الدين ربعت اخوه شوف باجا مع الهام الزيت اخو حسين كمان الدين سالم حسين كمان الدين سالم وسامير عبد العزيز عبد المعود عزيز اللي هو سكرتير حسن مبارك باشي وفي الاخر حسن مبارك حسن مبارك اهيت حسن مبارك اهوت يعني المدين بص هنا كده كاتب مقالة ده غير الجادة بتاعتهم اللي ما حاجم فيها لا عاوز تحافز على الطلاجات ولا عاوز تحافز على السلاح وشوف مرد حسن مبارك برا وشوف الدينة في زجاية زجانة محمد رفعت هو اللي محاكم المستشار اللي اسمه اسمه ميكي هو اللي محاكم المستشار التاني ده ودخلهم الحكمة تعديبية هو اللي جام وحسن مبارك النهار ده بص كده اقول لك سابت الرئيس ارجوك ان تنصف هزا الشاب تعب شابي ده ميه؟ لنا ولا انت ده الحرامي جمان مبارك اه كاتبين ايه بص كده اه شوف ما كاتبين ايه وراه هزا المشروع يقف شابي يعطي بكل صدك وطوضع وادب شهاده خلي باك ادب خلاك من الكلمة دي ما كايش ساعة ولا حاجة هكون صيح وايمان اعميك برسالاته ارجوك نرجوك ان تنصف هزا الشاب يعني مهاش واحد غلبان ولا عميه ولا ماشي لك عدت يتجوز وكلام من ده الشاب اللي هو الشاب الشاب الطلوجة اللي هو اسمه جامل مبارك ابنه كان دي يجري في البلد ماشي؟ ان انا اعلم علم اليقين قرارك بان يتبع يتبع العمل لهزا الشاب عن السياسة ولكن انا اعلم ايضا بنفس اليقين انك دوما الحاكم عادل خلي بالك يعني ما صاركش البلد وصلت للناس واخاطب العدل الراجل عادل يعني والقدار في شخصك الكريم لان تنصب هزا الشاب يعني ما نصفش اخدوش شاجة لان نصفها عشان نصف ريس الجمهورية يسرج يعني وكتب في الاخر ايه؟ وعازيه هي اشهاداتي امام الله وامام الوطن ده شهادة يعني احنا الحرامية وهم اللي كله منصبه على بعض لانهارد المفروض دم بدم ويخش لي وطب المجزارة عليهم جوه بس دي الكلام المفروض يتعمل لهم فرق من زي هتلا وراحطوا فيه عشان نبدينا تنظف محسن باتع محمود محمد بداية ما حدث اليوم من القضاء ايما كان تبريره وايما كان المبرر له او السبب فيندل فانما يدل دلالة قاطعة على ان القضاء في مصر ليس بخير فان القضاء في مصر لم يحترم ارادة الشعب المصري انما اراد ان يمرر قانون في غيبة الرقابة الشعبية المتمثلة في مجلسي الشعب والشور وان يقتنص لنفسه دون النظر عن طموح الشعب ومطالبه ترجمة نانسي قنقر